اهلا احبائنا مشاهدين في كل مكان التأمل اليوم رح يكون عن موضوع يوما فيوما وخطر على بالي هذا كنت بقرأ في مزمور 19 خلينا اقرأ الايات الاولى السموات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يذيع كلاما وليل الى ليل يبدي علما لا قول ولا كلام لا يسمع صوتهم في كل الارض خرج منطقهم والى اقصى المسكونة كلماتهم واحد من المزمير الجميلة جدا والفكرة اللي خطرت على بالي يوم الى يوم او يوما فيوما الفكرة اتذكرت من مش عارف في بداية التسعينات من زمان من زمان كتبت اعملت 8 كتب تفسير العهد القديم كله من سفر التكوين حتى سفر ملاخي باللغة الانجليزية وهذه الكتب سميتها طبعا الكتب التمانية يوم الى يوم او يوما فيوما كانت الفكرة انه كل يوم يكون شيء متداخل في اليوم الاخر وهذا التأمل اللي حابة تكلم فيه لاحظوا في مزمور 19 بيتكلم ويقول السماوات تحدث بمجد الله والفلك يخبر بعمل يديه يوم الى يوم يعني كل يوم ويتداخل في اليوم الاخر يذيع كلام الله عم بيتكلم عم بيعلن عن ذاته وليل الى ليل يبدي علما هذه الاعلانات الواضحة هي من خلال شهادة الكون تعبر عن الخالق المبدع والمهيمن والحافظ والحاكم ايضا هذا يسمى الاعلان العام الله بيظهر قدرته من خلال الخليقة بنشوف قدرة الله العظيمة وسلطانه الفائق وحكمته الغير محدودة لكن بنفس الاصحاح او بنفس المزمور في آية سبعة مكتوب نموس الرب كامل يرد النفس شهادات الرب صادقة تصير الجاهل حكيما فبيتكلم عن نموس الرب شريعة الرب كامل يوم الى يوم يذيع كلاما اي كل يوم متداخل في اليوم الاخر عم بيبدأ علم عم بيعطي كلام عم بيعطي اعلان وهذا الاعلان هو عن طريق الكلمة كلمة الله عن طريق الانبياء والنبوات اذا كان الاعلان الخليقة اعلان عام الكلمة هو اعلان خاص من خلال كلمة الله وطبعا في العبرانيين الصحاح الاول مكتوب عن الله بعد ما كلمنا قديما بالآباء والانبياء بانواع وطرق كثيرة كلمنا في هذه الايام الاخيرة في شخص الرب يسوع المسيح له كل المجد ولكن احبائي انا عاوز اركز على يوم الى يوم والمقصود يوم بحسب اللغة العبرية يوم اللي هو 24 ساعة ليل ونهار او صباح ومساء وهذا اليوم فيوم المقصود منه انه يوميا يتحول الى اسلوب حياة والى نمط من عيشه كل يوم فشو اللي ممكن يعني يكون يوما فيوما انا رح اتكلم عن خمس امور وبصلي ان تكون بركة لحياتك اولا ينبغي ان نقرأ كلمة الرب يوميا في سفر نحميا الاصحة الثامن والآية 18 مكتوب وكان يقرأ في سفر شريعة الله يوما فيوما وبنفس سياق الحديث لان عزرة ونحميا كانوا بنفس الفترة مكتوب لان عزرة هيق قلبه لطلب شريعة الرب والعمل بها وليعلم اسرائيل فريضة وقضاء بنفس سياق الحديث كانوا بيقرأوا الكلمة وكان يفسروا الكلمة بشكل يومي مكتوب ايضا احبائي فمزمور الاول لكن في ناموس الرب مصرته وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا ايضا في سفر يشوع الاصحة الاول والآية 8 مكتوب لا يبرح سفر هذه الشريعة من فمك بل تلهج فيه نهارا وليلا نفس سياق الحديث فاحنا مدعوون كل يوم نقرأ كلمة الله نتغذى على كلمة الله الغذاء الروحي شيء تاني منشوف انه الله بسدد احتياجاتنا يوميا تسديد الاحتياجات يوميا مكتوب ها انا امطر لكم خبزا من السماء فيخرج الشعب ويلتقتونه حاجة اليوم بيومها طبعا المقصود عن المن السماوي في نفس سياق الحديث في سفر الخروج اسحاح 16 مكتوب يلتقتونه يوما فيوما وكانوا يلتقتونه صباحا فصباحا يعني اللي يكفي كل اليوم وهون منشوف سخاء الرب وعطاء الرب وكرم الرب أليس مكتوب يشبع في الخير عمرك مكتوب ايضا انما خير ورحمة يتبعانني كل ايام حياتي لا يمنع خيرا عن السالكين بالكمال ويملأ الهي جميع احتياجكم في المجد في المسيح يسوع فاذا الله بسدد احتياجاتنا يوميا والمسيح هو لنا كل شيء احبائي فالمسيح هو الخبز الحي هو الخبز الحقيقي هو خبز العالم هو الخبز الواهب حيال العالم اي فيه الشبع والاكتفاء وتسديد كل احتياج نعم انه الخبز الحي الذي نزل من السماء كما اعتدنا نصلي احباء الصلاة رباني مكتوب خبزنا كفافنا اعطنا كل يوم اي الاعتماد على الرب يوميا فالله يسدد احتياجاتنا يوما فيوما كما كان اليا في العهد القديم النبي اليا الله سدد احتياجاته في وقت المجاعة وباغرب وصيلة اسمع ما هو مكتوب وكانت الغربان يعني الطيور النجسة اللي بالعكس بتاخد مش بتعطي وكانت الغربان تأتي اليه بخبز ولحم صباحا وبخبز ولحم مساء وكان يشرب من النهر هذه القصة طبعا موجودة في ملوك الاول اصحاح 17 ثم ثالثا احبائي نحتاج ان ننتصر على التجارب يوميا وما في يوم بيمضى الا في تجارب متنوعة وفي يعني امور اللي بتضغط من كل ناحية وفي حرب روحية علينا بشكل مستمر لكن احنا مدعوين يعني الانتصار على التجارب يوميا فمثلا في قصة يوسف في بيت فطفار المصري رئيس الشرط لما كان موجودنا كانت زوجة فطفار بتحاول مع يوسف قال هذه العبارة يوسف الصديق فكيف اصنع هذا الشر العظيم واخطئ الى الله بكمل بقول وكان اذ كلمت يوسف يوما فيوما انه لم يسمع لها ان يتجع بجانبها ليكون معها سفر التكوين اصحاح تسعة وثلاثين العاوز اقوله احباء الشيطان لا يهدأ فهو يجربنا كل يوم ليسقطنا يعني اتذكرت قصة جوليات الجبار العملاق مكتوب كان جوليات يعير اسرائيل وكان الفلسطيني يتقدم ويقف صباحا ومساء اربعين يوما يعني الشيطان واعوان الشيطان ما بيوقفه ولا بيهدو دايما في اسليب متنوعة للهجوم واسقاط المؤمن في التجارب المتنوعة لكن احبائي نحن ننتصر بالمكتوب كما قال يسوع مكتوب اي بكلمة الله ننتصر بدم المسيح وهم غلبوه بدم الخروف ننتصر بسلطان اسم يسوع المسيح اللي بيحقق مقاصد الله احب اقرأ يعني شيء معبر جدا في بطرس التاني صحاح 2 مكتوب وانتظلوطا البار مغلوبا من سيرة الاردياء في الدعارة اذ كان البار بالنظر والسمع وهو ساكن بينهم يعني كان ساكن في سدوم الشريرة يعذب لاحظ الكلام يوما فيوما نفسه البارة بالافعال الاثيمة يعلم الرب ان ينقذ الاطقية من التجربة فاذا وجودنا في هذا العالم لابد ان نواجه التجارب يوما فيوما لكن برضو الانتصار باسم الرب يسوع وبقوة دم المسيح هو شيء يومي نستخدمه في حياتنا حتى نعيش حياة النصرة شيء رابع ثم يحمل اثقالنا كل يوم مكتوب تبارك الرب الذي يحمل اثقالنا يوما فيوما انه اله خلاصنا هنا احبائك بس انا الترجمة التفسرية في مزمور 68 اية 19 انه اله الانقاذ انه اله الحماية كما هو مكتوب حملتكم على اجنحة النصور على الاذرع الابدية في مكان اخر كان كلام الرب لشعب اسرائيل في اشعية 46 المحمولين من الرحم وإلى الشيخوخة انا هو وإلى الشيبة انا احمل قد فعلته وانا ارفع وانا احمل وانجه هنا بيتكلم احبائي عن الاهتمام والعناية الالهية نعم احبائي قال يسوع تعالوا الي يا جميع المتعبين والثقلي الاحمال وانا اريحا اريحكم اخيرا احبائي الخدمة ينبغي ان تكون يوميا يعني المقصود الاهتمام الاهتمام والامان في الخدمة ان يكون شيء يومي في حياتنا مكتوب عن مردخاي وكان مردخاي في قصة استير طبعا في العهد القديم كان مردخاي يتمشى يوما فيوما امام دار بيت النساء ليستعلم عن سلامة استير اللي هو كان عمها لأستير وعما يصنع بها كان عنده اهتمام وكان بيخدم في القصر في ايام الملك احشا ويرش وكان لازم يختار الملكة وطبعا اختار استير لكن برضو خدمته كان فيها اهتمام وكان فيها انقاذ لشعبه في وقت حرج جدا ما بنعرف خدمة اليوم شو بتعمل لليوم او لبكرة وبتعرفوا احبائي دايما بنحاول نتكلم بكل كلام الله وبكل مشورة الله حتى الانسان يكون بلا عذر وحتى انا كمان اكون بريء من اي دم انه ادعو كل انسان انه يتوب ويرجع للرب فمعاملات الله هو بشكل يومي الله بيهتم فينا بشكل يومي فاذا الخدمة ايضا ينبغي ان تكون يومية احبائي بالختام دعونا نقرأ الكلمة يوميا وندرك بل يحملنا بل يحملنا ويقودنا الى مراع خضر وهو معنا الى النهاية دعونا نهتم بالخدمة ونتابعها ايضا اذ مكتوب مكثرين في عمل الرب في كل حين علمين انا تعبكم ليس باطلا في الرب في كورونتوس 15 اي 58 ثم في كلوس الاسحاح التالت مكتوب وكل ما فعلتم فاعملوا من القلب كما للرب ليس للناس لانكم تخدمون الرب المسيح تذكر يوما فيوما انه الرب هو حي وموجود وهو يتواصل ويتفاعل معنا هذا الاله العظيم شو رأيك انك تعطي حياتك لالو وتسلم نفسك حتى هو يتربع على عرش حياتك ويعطيك الحياة الابدية اذا اعجبك التأمل شارك اخرين وكون خادم اخدم الرب معنا ربنا يبركك ترجمة نانسي قنقر